مظاهرة في ماديسون بولاية ويسكونسين الأمريكية احتجاجا على عنف الشرطة ضد السود هذه الاحتجاجات تأتي بعد يوم على مقتل شاب في التاسع عشر من العمر على يد شرطي المحتاجون هتف حياة السود لا معنى لها وهو شعار استخدمه المتظاهرون الذين يحتاجون على أعمال العنف التي ترتكبها الشرطة بحق السود لقد كان أعزلاً الأمر الذي يجعل المسألة أكثر تعقيداً بالنسبة للمحاققين يقول رئيس قسم الشرطة ماديسون مايكوفال الذي دعا المواطنين إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس وانتظار استكمال التحقيق ووقع الحادث عشية إحياء الذكرى السنوية الخمسين للمسيرة من أجل الحقوق المدنية للسود في مدينة سلمة في ولاية ألباما بجنوب البلاد حيث توجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما السبت